ما الأسباب المسؤولة عن ضعف المتعلمين في التعبير الشفهي؟ تعد مشكلة تعليم التعبير الشفهي من المشكلات التي تتضاءل بجانبها جميع المشكلات التي تصادف المعلم في تدريس التعبير. وهذه المشكلة قديمة ومزمنة على الرغم من أن التغلب عليها ليس مستحيلة. تتعدد أسباب ضعف الطلاب في التعبير الشفهي لعل أول هذه الأسباب أسباب لغوية. التعبير هو أفكار يعبر عنها بألفاظ لغوية وأساليب وتراكيب محددة. فالتعبير مصدره الأساسي الأفكار والألفاظ والمفردات. هذه جميعها تشكل المادة الخام التي يستمد منها المتحدث قدرته على التعبير وقدرته على توضيح أفكاره ومشاعره. فإذا كان تلميذك أصلا لا يملك هذا المحصول اللغوي من المفردات والأساليب فإنه سيحجم عن التعبير وسيهرب من مواقف الكلام وسيقف عاجزا عن ذلك كله نظرا لفقره اللغوي الشديد. إن معظم التلاميذ الذين يعجزون عن التعبير بسبب قلة ما يمتلكونه من لغة يمكن أن نساعدهم في التغلب على هذه المشكلة من خلال ما يلي. أولا عليك كمعلم للغة العربية أن تزرع لدى هؤلاء التلاميذ الدافع لكي يتعلموا التعبير الشفوي. وذلك عن طريق بيان أهمية التعبير الشفوي لهم في الحياة. وأنه دليل واضح على قوة شخصيتهم. فالإنسان الذي لا يعرف أن يتكلم لا مكان له في المجتمع. كما عليك أيضا أن ترغب تلاميذك في القراءة المناسبة التي تتفق مع ميولهم وقدراته. وهنا يجب عليك أن تبين لتلاميذك أن هناك علاقة وطيضة بين القراءة والتعبير. ويجب عليك أن تشجعهم على القراءة في الموضوعات التي ينون التعبير فيها وأن ترشدهم إلى الكتب ومصادر المعلومات المناسبة له. أيضا فإن الأسباب النفسية من أهم الأسباب المسؤولة عن ضعف الطلاب في التعبير الشفوي. أنت كمعلم للغة العربية لعلك لاحظت أن عددا كبيرا من تلاميذك يحجمون عن التعبير خجلا وحياء وكسوفا من الآخرين. ولعل الآباء مسؤولون عن هذا النقص. كيف؟ بعض الآباء يسيئون إلى أبنائهم بل يجنون عليهم حينما يحرمونهم فرصة الجلوس في مجالسهم أو حق الاشتراك معهم في الحديث. مثل هؤلاء الأطفال ينشأون ويشبونه وفي أنفسهم عقدة كبيرة من الحديث أمام الناس. ماذا يجب عليك كمعلم للغة العربية؟ يجب أن تأخذ بأيدي هؤلاء التلاميذ الخجولين وأن تبث فيهم الثقة وأن تقضي على عوامل العجز تلك وأن تساعدهم لاقتلاع جذور الخوف من نفوسهم وأن تبث فيهم الحماسة والرغبة في الحديث أمام الناس. كما يجب عليك إذا ما بدأ مثل هؤلاء التلاميذ في التحدث ألا تذكرهم ألا تذكرهم بكلمات مخجلة. بل يجب عليك أن تشجعهم للمشاركة في التعبير وأن تبين لهم أننا جميعا نتعلم وأن الإنسان الذي يتعلم لا بد أن يخطئ ومن سمات البشر أن يخطئوا كي يعرفوا الصواب. القاعدة الأساسية التي يجب عليك كمعلم أن تلتزم بها هنا أن تدريب هؤلاء التلاميذ الخجولين كلما زاد زال الخوف تدريجيا منهم. السبب الثالث أسباب مدرسية تتعلق بطبيعة اللغة السائدة في البيئة المدرسية حيث نلاحظ أن اللهجة العامية تزاحم اللغة العربية الفصحى داخل المدرسة وخارجها. ولعلك أيها المعلم الكريم ترى أن الحديث الذي يجري بين الناس هو حديث باللهجة العمي والتلميذ شأنه شأن أي فرض آخر في هذا المجتمع يتعامل مع زملائه ومع معلميه باللغة التي يسمعها من أصدقائه ومن أفراد أسرته. إن مما يعقد هذا الأمر أننا نجد أن بعض معلم اللغة العربية يتحدثون ويستخدمون اللهجة العامية في حصص تعليم اللغة العربية. ما النتائج التي تترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن معظم التلاميذ يتحدثون باللهجة العامية في حصة التعبير الشفى. ماذا يجب عليك كمعلم؟ أولا لا بد أن تكون قدوة لغوية أمام المتعلمين. لا بد أن تحرص على التحدث باللغة العربية الفصحى المناسبة لقدرات تلاميذك لأنك أنموذك يحتذون به. لا بد أن تشجع طلابك على حظ الجمل والعبارات الفصيحة الجميلة التي تشكل زادا وتشكل نبعا يغترفون منه عند التحدث. لا بد أن تشجعهم كذلك على استخدام اللغة العربية البسيطة كي يستقيم لسانهم عليه. أيضا من الأسباب المدرسية أن بعض المعلمين يستخدمون طريقة تدريس غير مناسبة في مواقف التعلم. فالمعلم يستأثر بالكلام لا يعطي المتعلمين حظا من المشارك وكأنهم في نظره مجرد أوعية يصب فيها الكلام صب في هذه الطريقة وغيرها مما يشابهها جنايا على التلاميذ. إذ أنك تجعلهم في موقف المتلقين لا في موقف المتحدثين الفاعلين المشاركين. بعض المعلمين أيضا يترك المتعلم يتحدث دون توجيه أو تقويم. هذا يزيد من حجم المشكلة ويؤدي إلى نفور التلاميذ من مواقف الكلام بل ويصرفهم عن المشاركة فيه بشكل كلي. أيضا من الأسباب المدرسية المهمة أن بعض المعلمين يسيء اختيار موضوعات التعبير. يختار موضوعات لا تتفق مع ميول تلاميذه مما يصرف كل المتعلمين عن المشاركة ويقتل فيهم الرغبة في التحدث في مثل هذه الموضوعات. يجب عليك كمعلم أن تتعرف إلى ميول طلابك وأن تختار من الموضوعات ما يفضله طلابك وما يحبون التحدث فيه. بل يجب عليك أن تشرك طلابك في اختيار موضوعات التعبير الشفهي. أخيرا فإن من الأسباب الاجتماعية المسؤولة عن ضعف الطلاب في التعبير الشفهي نظرة المجتمعات العربية إلى اللغة الفصيحة. فنحن لا نقدر أهمية ومكانة وقيمة هذه اللغة. مما يؤثر على دافعية الطلاب بل ودافعية المعلمين وعلى قدر الجهود المبذولة منهم لتعلم اللغة الفصحة. لا بد أن يغير المجتمع من نظرته إلى اللغة العربية. ولا بد أن تفعل القوانين التي تعطي اللغة العربية الفصيحة حقها ومكانتها في الاستخدام وفي التواجد داخل مجتمعاتنا. إن مجتمعا تحاصر فيه اللغة العربية الفصحة من أعلى بسيادة اللغات الأجنبية ومن أسفل بسيادة اللهجات العامية. هو مجتمع يؤثر تأثيرا سلبيا شديدا على رغبة الطلاب في تعلم اللغة الفصحة والتحدث بها. إذن عليك كمعلم أن تصحح وجهة نظر طلابك حول اللغة العربية الفصحة وأن تعمل على نقل هذا التصحيح لكل دوائر المجتمع التي تحيط بك.